الآن المدعي بالحق الشخصي التهمة توجه ضد من من المسبب الآن قبل العمليات العسكرية دبيناها برأس الأمريكان الآن المتسبب في قتل هؤلاء الشهداء من لا هي موضوع القتل لا يمكن حصره حتى في موضوع شهداء ضحاء الإرهاب يعني إحنا الآن عدنا مو كل العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية يمكن إحصائها لأنه القانون يشمل ثلاثة أنواع عمل حربي إذا كان هناك خطأ يعني بالعمل الحربي أنت تدري يصير يعني موضوع العدو والصديق والمدني وغير المدني هي موضوع حرب يعني هذا موضوع يعني صدر هذا القانون لمعالجة هذه المشكلة وفعلا كان هناك مدنيين عراقيين سقطوا على يد القوات الاحتلال